المدارس والمستشفيات والطاقة مجالات شهدت عدة توقفات خلال العوام الماضية لأسباب عديدة في مقدمتها التخصيصات المالية ولحاجة العراق لمئات المشاريع في بغداد والمحافظات الأخرى فقد باشرت الوزارات والمؤسسات المعنية برفع العقبات المالية والإدارية لانطلاق العمل بتلك المشاريع بالتأكيد نحن نتحدث عن مشروع رقم واحد الذي كان بدايته في عام 2012 و2013 وهذا المشروع توقف هناك الآن جهود بين وزارة التخطيط والأمانة العمل والجزراء والجهد ذات العلاق وزارة التربية لمعالجة هذا الملف أولوياتنا أن تكون تربوية عدنا مفوضة نتغطي عدد مدارس عدد نقص كبير في عدد مدارس موجودة نعم محافظة بغداد افتتحت 214 مدرسة حسب قبل شهرين تقليل لطلع وأمان عام السزراء مشكورة حالة 144 مدرسة لصالح محافظة بغداد أيضا نحتاج بعد عدد مدارس ولم يمثل بناء المدارس والمستشفيات أصل المشكلة وأنما بالأراضي المخصصة لإقامة تلك المشاريع فقسم منها لم يحسب جنسها أو عائديتها خاصة التابعة لأمانة بغداد بعض الأراضي تكون خارج التصامل الأساسية وبأجناد زراعية هذه نتعامل وياها تحتاج إلى موضوع كثير من الإجراءات والحمد لله في آخر الحال هي اختصرت بموضوع اللجان الفرعية لأمانة مجلس وزراء كنا نرفع الأمانة مجلس وزراء بعد استحصان موافقة الجهات القطاعية نحن كان لدينا أربع مستشفيات لازالنا نعمل بها نسب إنجازها فاقة 60% أيضا لدينا سبع مراكز صحية ضمن قطة 2019 عندنا في مراحل متقدمة من عمل غطت جوانب بغداد والرصافة وحسب الكثافة السكونية وحسب القطع الأغاضي التي تم رفعها من قبل وزارة الصحة مئات المستشفيات والمدارس والخدمات الأخرى تأخرت لأعوام طويلة في العاصمة بغداد لأسباب من مالية وفنية منها من انطلقت مؤخرا بسبب حل تلك المشكلات وأخرى تنتظروا التنفيذ عباس نعمل عراقية الإخبارية بغداد